بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم ألف عافية اليوم إن شاء الله بدي أشرح لكم أول محاضرة في مادة الاثكس طبعا مادة خفيفة سهلة لطيفة بتنترك قبل امتحان ممكن أتنترك بس يعني الواحد ما اهملهاش بس هي المادة جدا جدا يعني أشياء بديهية هس أول محاضرة بنحكي عن الميديسن as a social institution أوكي كمؤسسة اجتماعية الصحة قطاع الصحة ومثلا الميديكال فاسيليتيز بنعتبرهم جزء من المؤسسات الاجتماعية حلو ليش؟ لأن احنا بنتعامل بالنهاية مع بشر أيضا مش بس مع امراض حلو؟ فبقولك وان هومن سوسيتيز اروز لما قامت عندي الحضارات والمجتمعات وليهذا بقولك ملتبل نيدز اميش تسيرز السوائيتي ازهول إذا صار صورنا احنا بحاجة لبعض الخدمات لبعض خلنحكي المؤسسات عشان تخدم هذول البشر حلو؟ أو تخدم هذا المجتمع اللي قام عنا فالميديسين أو الميديكال فاسيليتيز وزوان 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 حلو؟ طب ايش بالعادة الاشياء اللي يعنى فيها الميديسين اول شغلة واهم شغلة جدا بدي هي تتاك كير لبعض البيانات اللي بتخص المرضى حلو؟ فتبرتكتس السوشال سيستم فرم بيينج مسيوز باي اندفجيو الممبرز وهاي لا تقل طبعا اهمية عن انك تعالج المريض لانه بالنهاي المريض حيعطيك بعض خصوصياته حتكون انت مطلع على بعض الامراض اللي عنده ممكن امراض مثلا مش حاب بيفشي عنها للناس فبالتالي هاي خلن نحكي وظيفة مهمة ايضا للميديسين حلو؟ إذن تاك كيرو السيك وبرتكتنج السوشال سيستم نحسه فرم بيينج مسيوز تالكوت بارسون طبيب او انسان يعني ايدنتفايد امودل او بيشنت فيزيشن ليششب إذن هذا واحد حطلي مودل عشان ينظم العلاقة بين البيشنت والفيزيشن هذا المودل فيه ثلاث اطراف مهمين شو هم من الاطراف لهذا المودل اللي حطوه سوسيتي اللي هو المجتمع فيزيشن اللي هو الطبيب والبيشنت اللي هو المريض إذن هذول الاطراف الثلاثة كل واحد منهم له حقوق وواجبات حلو؟ المودل اللي حطي ليه قالك انه كل واحد من هذول له واجبات تجاه الطرفين الثانين إذن السوسيتي لها واجبات تجاه الطبيب وتجاه أيضا المريض المريض له واجبات تجاه الطبيب وتجاه المجتمع الطبيب أيضا له واجبات تجاه المريض وتجاه أيضا المجتمع إذن كل واحد له واجبات تجاه الثانين نحكي اوشي عن واجبات المجتمع ايش واجب المجتمع توارز البيشنت اول شي اذا اجاك واحد مريض مثلا بغض النظر شو المرض اللي عنده ما تلبسهوش السلطانية ما تلبسهوش مسؤولية انه والله انت مريضت لانك كذا وكذا وكذا واحد مثلا عنده ايدز ما تقولهوش خلص انت لانك والله شو اسمه مش محترم صار عندك ايدز واحد مثلا عنده مشكلة مثلا بالنظر ما تقولهوش والله انت لانك مدمن على التليفون صار عندك مشكلة بالنظر اوكي اوش حتى دونت يعني فش ديعتو جستفاي هز الناس ولكن على الاقل دونت هولدهم رسبونسبل فو ذي الناس اسناد دير فولت اوكي هاي انت كمجتمع ايضا ايضا اجزمتهم فم سوشال رولز اذا لما تكون انت مثلا مدير ولا تكون مثلا مسؤول ولا كذا ويجيك مثلا احد الموظفين اللي بيشتغل عندك يقولك والله انا مريض اوكي فهون يجب انتعوه من المفروضه ينتع فيه خلص هذا مريض شو بدك تعمل مش راح يجي يشتغل مثلا اوكي حتى يجب انتعوه اوكي اوكي اذا ايضا المريض نفسه بتوقع من المجتمع انه حيساعدوه قد مولوا مساعدة اي مثلا يسهلوا امور ومثلا يلاقي حدا مثلا يوصل للمستشفى اذا احتاجه وكذا وهاي الامور جميل فهاي هي خلنحكي الواجبات المجتمع تجاه المريض هسا واجبات المجتمع تجاه الطبيب شو اول شي يعطوه اكسس تو ذا بادي اوكي اذا المجتمع لازم يكون من واجباته يؤتمن الطبيب على جسمه اوكي منهاية هذا جاي يفحصك متجاي مثلا يضرك ولا جاي يكتلك ولا جاي يعملك مشكلة حلو يجب ان تعتبر المجتمع تجاه الواجبات المتحدة اوكي ايضا ايضا بيانات المرضى مثلا او البيانات السرية البيانات الخصوصية الخاصة ايضا لازم المجتمع يؤتمن الطبيب عليها حلو مش والله انه خلاص ايجاك مثلا طبيب المجتمع والله يمنع الطبيب انه يحصل هالمعلومات طب كيف بده يقوم بعمله حلو فهي الواجبات السوسيتي توردز الفيزيشن هسا الفيزيشن ايضا لهم واجبات الطبيب له واجبات لهم واجبات مقابل السوسيتي اذا الطبيب له بعض الواجبات تجاه اللي هو المجتمع شو هم اذا الطبيب لازم يستعمل خبراته والعلم اللي عنده واللي درسه واللي كذا شان يقدر يحدد بعض الامور شو هم بده يقدر يحدد اذا هذا الانسان بالفعل مريض ولا ولا قعد بلعب حلو في ناس بيقول لك احنا مرضى ولكن بالفعل بيكون وش مرضى بيكون بس بده ياخد عذر غياب مثلا وكذا فمن واجبات الطبيب انه يكشفهم هاو سيريس اس دا سيكنس دا سيكنس دا سيلي نيد رست اور نت اذا ماشي ممكن يكون بالفعل مريض ولكن ممكن يكون مبالغ بالوصف اوكي فالطبيب بده يكشف انه هل بالفعل هو جدا مريض مثلا ولا مش كثير مريض ولا يعني هل محتاج مثلا يغيب مثلا ولا مش محتاج وكذا لازم ايضا يحدد انه هل في عنا علاج لهذا المرض ولا معناش اذا ممكن يكون مثلا شغلة انه والله خلاص اسبوع ولا اسبوعين يطيب ويرجع يكمل وممكن لا تكون القصرة اطول شوي وخلاص بقدرش يشتغل بعدها زي مثلا اوكيبيشن الازمة مثلا ووقت الواحد ممكن يغير وظيفته يعني بحالة انه كيوره بالمثلا المرض انه متى منتوقع انه يطيب هذا المريض حلو هسه واجبات الطبيب تجاه المريض وهي راكزوا عليهم لانه كثير يجى منهم سنوات حلو بنا نحفظهم اول شيء اللي هو الكمبيتنس فانكشين سبيسيفيك يونيفرساليزم افكتفلي نيوترال واكوليكتفلي اوريينتد ونسح نوضح واحدة واحدة بالبداية الكمبيتنس لما نحكي كومبيتنسي اللي هي جدارة اوكي ان الواحد يكون عنده القدرة يقوم بالوظيفة فبالتالي بنحكي عن الاكسبرتيز ان ذا فيلد اوكي الواحد خلنا نحكي اا وتجربته الواحد مثلا والعلم اللي عنده اللي يخليه قادر انه يقوم بوظيفته فونكشينالي سبيسيفيك طبعا هاي راكزوا علينا اس نات توتالي ترومش دائما اا تعتمد فيه خلنا نحكي اضعف نقطة ايش تحكي انه تفوكس اوني ان ذا بروبلم بريزنتد اوكي انه تركز فقط على المشكلة يلي جاك فيها المريض حلو جاك بطنب وجع بتركز له فقط على النبطنب وجع فهن ليش قالوا ان اتس نات توتالي ترو لانه مرات واحد بده يدور حول المرض حلو طب بنكمل وين وصلنا اوكي حسنا وصلنا احنا عند الفنكشنالي سبيسيفيك زي ما قلناها هي اضعف نقطة لانه اتس نات توتالي ترو مش دائما تطبق اوكي ولكن ايش معناها بشكل عام؟ معناها انه تفوكوس only on the problem presented حلو؟ هس الفكرة هما فيها زي ما قلنا بيجيك مثلا مريض شوي بيجيك مثلا مريض حلو؟ عنده مشكلة معينة انت وظيفتك كطبيب انك تعالج موضع هذيك المشكلة حلو؟ هس الفكرة اللي كان يقصدها بارسون الفكرة اللي كان يقصدها بارسون خلنا نحكي من ناحية نفسية اكثر اشي حلو؟ انه مثلا ايجاك مريض عنده مثلا بيجيك من كده وكده وكده الاسئلة اللي راح توجه له اياها بدها تكون جاستفايابل اوكي بدك توضح له ان انا قاعد بسألك كده وكده وكده عشان انحدد سير العلاج لهاي المشكلة ان انا والله متجاي انه نصير صحابه ولا انه قاعد ألعب معك ولا قاعد مثلا اصحب منك كلام مثلا امور اسرار وكده هلو؟ بقول لك خصوصا هاي المشكلة متى بتصير؟ لما يكون الدكتور ان the patient are of different sexes مثلا طبيب قاعد بعالج مريضه مثلا هيتطال يسألها بعض الاسئلة فبدو يكون واضح ان هاي الاسئلة هدفها الاساسي هو العلاج مش هدفها انه والله شو اسمه؟ اسباب اخرى حلو؟ فهي هون الفكرة انه تميك انه الاسئلة يكون هدفها تميك اديفينيتيف دياغنوزيز نت فور بيرسونال انتنت حسا ايضا من واجبات الطبيب تجاه المريض اللي هو universalism the use of generalized objective criteria to determine if the person is sick and how severe the sickness is اذا الواحد لازم يكون عنده بعض الشروط بعض المعايير حسا لتكون معممة عامة وموضوعية عشان تقدر تحدد انه هل هذا عنده المرض ولا ما عندهش المرض ليش هذا الحكيب يصير بقول لك لان اول شي الطب موقع يعني طب الاردن زي الطبي امريكا زي الطبي كده المرض نفسه الاعراض نفسها حلو؟ مش هيجيك واحد يقول لك مثلا انا والله عندي مرشح من الاردن واحد يقول لك انا مرشح مثلا من اوروبا يعني مش راح يختلفوا المرشح مرشح بالنهاية حلو؟ فبالتالي هون الفكرة انه لازم يكون في عنا احنا معايير تقدر تحكي دولية او معايير عامة اوكي لا شو هو المرض تعريف هذا المرض تعريف السمتمز اللي بتصيب هذا المرض كيف نعالجه هاي الامور كلها حلو؟ مش يكون والله طب متخصص بدولة معينة ولا بحارة معينة ولا بمثلا عند عائلة معينة ولا كذا افكتفلي نيوترال اوكي نورون فور لاكس ان ديس لاكس البيشنط اوكي اذا ايجاك مثلا مريض قلش والله هذا لونه ازرق ولا لونه اصفر ولا لونه برتقالي بديش عالجه حلو؟ ولا هذا شكله غريب بديش عالجه ولا هذا مش مرتاح لو انك مريض لا خلص اجاك مريض بدك تعالجه ما فيش اشي اسمه والله انا بدي اعالج هذا المريض وبيديش عالج هذاك بقول لك حتى في حالة الحرب حتى في حالة الحرب ايجاك مثلا اسرى الحرب بدك تعالجهم مش وظيفتك انت اللي تقتلهم دخلوهم مثلا واعطوهم الامان مثلا قالوهم ماشي الحال حتى لو كان محارب ووقع واخذوه بدهم يعالجوه كذا حلو؟ طول من انهم دخلوا مش وظيفتك انت والله انك تقتل لازم تعالجوا باكمل وجه حلو؟ تعالجوا باكمل وجه تأدي الامان اللي عليك وهي يعني حتى من ناحية الدينية مش انه بس والله من معاهدات السلام مش عارف شو كذا فوظيفتك شو مكان حتى لو كان عدوك حتى لو كان ايش مكان بدك تعالجه وتأدي الامان اللي عليك لانه مش وظيفتك انت تحاسب الناس حلو؟ collectively oriented to put the patient's interest first before your own interest اذا لازم يكون عندك انت بالنهاية collective benefit او total benefit بالنهاية تكون هي للمريض اوكي المريض هو الاساسي اللي بده يتعادج مش والله حسب مصارحك الشخصي ولا مصارح المستشفى تصير تكتب له مثلا ادوية ولا تكتب العلاجات تكلفه مثلا او بغض النظر كلفته ولا ما كلفته بس بحيث انك تنفع نفسك patient obligations اذا ايضا الpatient رح يكون له بعض الواجبات سواء انتجاه المجتمع ولا تجاه الطبيب هسا واجبات الpatient تجاه المجتمع to show the desire to get well اذا المريض انت كمريض لازم تبين للمجتمع انه انت حاب الطيب بالنهاية حلو؟ مش انو والله حاب خلص انا حموت وبيديش اتعالج وبيديش ابصار شو وخلص يسيقت من الحياة ومش عارت لا بدك تبين للعالم انو انا عندي الرغبة باني اتعالج اخلص من هذا المرض حلو؟ ايضا to seek the help of a competent physician and follow his orders اذا ايضا انت كمريض لازم تدور على طبيب كويس لازم تدور على طبيب هسا بدناش نقول نحكي سمعة ومش سمعة ومش عارف شو بس على الاقل طبيب معروف عنه انو كويس وعارف شغله اوكي وشايف شغله صاح ايضا واجباتك تجاه ال physician to follow their orders اوكي الطبيب قل لك اعمل كذا اعمل كذا خلص ما تتكوش تسأل and not to shop around هذا المثل بروح بسأل مثلا شيخ وما عجبتهش الفتوى بروح يدور على شيخ ثاني نفس المبدأ عند الدكتور مش تروح والله عند الدكتور مثلا وعطاك علاج معين مثلا تروح انت من حالك تسحب عليه تقول هذا الدكتور بفهمش ومش عارف شو واروح على الدكتور ثاني لا اذا اذا ما اقتنعتش ومش عارف شو ناقش طبيبك احكي له والله انا ما اقتنعتش مثلا او ليش ممكن اعمل هيك او مثلا تطلب منه to consult another doctor اوكي او يعني يناقشك بشكل عام مش والله انه خلص سحبت حالك من هون تحط اكس على هذا الطبيب تقول هذا طبيب بفهمش بديش اياه اروح على واحد ثاني يفصل لي دواء على هواي لا بزبطش هذا حكي هسا يخلصنا الواجبات هسا نخش على الحقوق وبرضو هذا اشي من اللي هو المريض له بعض الحقوق اللي لازم يحترموها سواء المجتمع او الطبيب شي الحقوق اول واحد هو الديقنيتي اوكي كرامة المريض اللي قدامك فور اكسامبل مش والله تكشفوا ولا تقع بتفحصوا قدام العالم مثل يكون عندك انت ملت بالدوكترز والمقيمين والطلاب مثلا وتقوموا يالله تيجي وتفحصوا المريض قدام العالم والباب مفتوح وبدون اذنه ومش عارف شو كذا لا بدك شوي تحافظ يعني على الاقل على كرامة المريض اللي قدامك كبشر اوكي الريسبكت بدك تحترمو امبثي ورقز عليها انو نت سيمبثي مش قاعدين منحكي لك تعاطف لا احنا قاعدين منقول لك حط حالك محله تحط حالك محل المريض لما تيجي تطلع التعاملك مع الوضع مثلا مرض معين عمالك متفكر بالتريتمنت بلان حط حالك محل المريض مش والله تعاطف مع انه اوه والله مسكين ولا مش عارف شو ولاي لا امبثي حلو لا تشعرهم لا تشعرهم التعامل عن المريض اذا من حق المريض يعرف شو وضعه من المرض شو العلاجات المتوفرة شو البلان اللي بدهم يتبعوها او ممكن نسميها ايضا 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 تحتاج لتعامل المريض لتشعرهم اذا المريض يجب ان يكون عنده يوصل لسجل الطبيب تبعه ايضا 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 اتخاذ لتعامل مع الامرات تالكوت بارسون ايضا بالتعامل احنا نتعامل مع المرض نفسه ايضا ما خلنحكي البيئة المحيطة وكذا. وبالنسبة للرشاكة الموديل بعض الانتصال بعض الهاتف الخاص بموديل او شي بقولك او شي بقولك دومينياتينك فزيشن او دينك اسبميسيث فايشن اوك اذا الطبيب زي البيرانت بيكون بيعطي اوامر وكذا البيرانت اسبميسيث زي كأنه مثلا الابن خلاص بتصلوا المعلومات او بتصلوا مثلا الاوامر وبدوا يتطبقها حلو ببيرانت شايل الليشنشيف تقريبا حلو لا يوجد نقاش وصلتك ونفذ وصلتك ونفذ لكن هذه تعتبر بعض الأحيان كما تعتبر بعض الأحيان لأنه لا يوجد الحوار البناء بينهم أيضاً أخر إنها موضوع مدينة حسنًا بشكل مدينة تكون مفيدة ببعض المريض مثلاً المريض يموت أو يعيش إذا لم نفذتها وقتها تتصرف مثلاً المريض كان كوماتوز وليس قادر يعطي استجابة مثلاً وقتها ممكن الواحد يدخل ويطبق عليه ويطبق عليه ولكن كثير من الأمراض تعتمد مثلاً على البيئة أو المجتمع أو على كذا فبالتالي الواحد يجب أن ينظر لكل هذه الأبعاد ليس فقط المرض ليس فقط الجرح اللي قدامه يعالجه حلو؟ حسناً لما نجي نحكي عن البيئة أو البيئة أو البيئة والمجمع والمجمع هذه المستوى الفيديو ومن خلق مسل ومهتم ومن خلق الأخضر اللي هو عبارة عن المعلومات الخاصة بالمرض هسه بقولك البيو سايك موديل البيو سايك سوشل موديل بيهتم فيهم كلهم أزرق وأحمر وأخضر حلو بينما لما نيجي نسولف عن البارسونز موديل احنا فقط بهمنا الاشيء الأخضر فقط بهمني المرض وبيدي أعالجه جروح بدي أسكرة مشكلة معينة بدي أحلها فقط داخل السيستم أو الأورغان تيشو سل إلى آخره حلو إذن الأخضر هو البارسون موديل بينما كامل أخضر والأزرق هو عبارة عن البيو سايك موديل وهيك يعطيكو ألف عافية طبعا الأشياء المخططة بالأصفر هاي أشياء تكررت سنوات فركزوا عليها وبس والله يعطيكو ألف عافية وبالتوفيق